ترجمة نانسيابية هوندا بايلوت لديك نهاري وموجودة على السيارة بشكل عام الكروم الأمامي شكل السيارة بشكل عام أخذ من سيتي من السيفيك بشكل عام من دي اي الهوندا السيارة بايلوت باختصار صارت اكثر واستغنوا عن تصميم البوكس اللي كان يجي بطرازات السابقة من هوندا بايلوت اجنوط السيارة بيبلش معاك المقاس من 18 انش والفل اوبشن بيكون عليها 20 انش متل ما شايفين هم امامكم فتحة سقف امامية مع فتحة سقف خلفية موجودة اكبر من الامامية يعني على مبدأ البنوراما ولكن فيه فاصل بينهم الدخول بدون مفتاح قياسي على جميع الفئات موجودة في الامارات العربية المتحدة انكم مسنت هون لمسات كروم بكل مكان على السيارة وفي ستار خلفية وركزوا على المرايا جهة الامين بيكون فيها كاميرا عشان بدال ما يكون عندك نقطة عميئة انت بسعطي اشارة يمين تعطيك شاشة شفناها بالأكورد وغير ذلك عندك كاميرا بتصور الشارع من جهة الامين بالنسبة لتغيرات الخلفية بشكل عام ايضا السيارة صارت انعم ال اي دي موجودة على السيارة وعنكم هون بصمة التورينج لتعرف انت الفئة اللي معاك في المنطقة فهاي بتبين عندك والويدرايف انه سيارة دفع رباعي مستمر كاميرا موجودة على السيارة وحساسات الكاميرا تعتبر قياسية في الامارات كعاكل فئات EX EX L والتورينج والمفروض على كل وكلاء منطقة الشرق الاوسط بشكل عام خمسمية وتسعة وثمانين لتر وحجم الحمولة الخلفية ولكن معطيه مقاعد صف الثالث طبعا مسافة الرأس يعني ولا ارواح طبعا نظام الصوت بيجي عندك يا اما ست سماعات قياسية على الفئات ال EX وال EX L اما فئة التورينج والفول اوبشن بيجي عندك تسعة سماعات شوف عنكم المقاعد صرا فيه عنكم مخرمة تقريبا عشان تهوية بشكل عام فيه تاكيف خلف هي التحكم عنكم احلى شيف السيارة اول ما اخدتها ومساحة تخزين شوفوا كل مكان مساحة تخزين ابواب حملاتكها في المنتصف على الابواب اثنين يعني ما شاء الله كلهم موجود ممكن السيارة ايضا بعض الوكالات يجي عندكم ثلاث مقاعد بدون هذا المساحة في المنتصف هاي سيارة بشكل عام عنكم بالأعلى الشاشة ايضا تجي على فئة الفول اوبشن وعنكم هاي الريموت كنترول الخاص فيها سيارة بشكل عام سهل التعامل معها جدا 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 مناسبة لتكون سيارة عائلية لشخص كبير في العمر كل شيء واضح اللي بميز الفئة التورينج عن باقي الفئات هاي الشاشة اساسية 8 انش بكل فئات ولكن تورينج بيجي فيها خريطة نفيقيشن هذا اللي بميزها عم نشوف ايضا تصميم في شكل السيارة يعني عاملين حركات الجماعة او عندك هون تبريد تدفئة المقاعد امامية الجير بوكس بيجي عندك ستغيارات اوتوماتيكي اساسي وبعض الدول ايضا بيجيب جير جديد نازل زد اف تسع سرعات مصروف اترول بيكون رائع فيها عندك عدة وضعيات نورمل عادية سنو ثلج المد اللي هي الطين والسان الرمال ستة سلندر اشاك الحرف V تنفس طبيعي حقن مباشر قوة المحرك 280 احصان سعة 3.5 لتر والعزم 355 نيوتن ميتر محرك نشيط ما حسيت اني انا بحاجة لقوة اكبر او سيارة عامل شغله على اكمل وجه ما علي اي تعليق تسارع سيارة يعني ما تتوقع تسارع خارق 9.4 اجزاء من الثانية السراعة قصرة تصبح 175 كم في الساعة محددة الكترونية بالنسبة لنسخ الدفع الرباعي اللي معنا لليوم بيبدأ معك من اقل مواصفات من 1914 كيلو بيزيد معك ل1958 كيلو جرام بالنسبة لصروف الوقود تانك 74 لتر 11.2 لتر ميل بيترول لكل 100 كم بمعدل وسطي جر سيارة 6 سرعات نفس الموجودة على الأكورد 3.5 سبورت كأمان عندك 6 وسائد هوائية قياسية على كل فئات به هوندا بايلوت فدعمكم مهم يا جماعة الخير لنوصل للعالمين وبعض إن شاء الله باسم العرب ما يعرب جتي حياكم الله هذه الحلقة مختصرة لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط على الرابط في الوصف أسفل الحلقة ترجمة نانسي قنقر